تحية طيبة مشاهدنا الكرامين ما كنتم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ساحة نقاش والتي سنناقش من خلالها جديد الإجراءات المتخذة في موسم الحج للعام 1444 هجرية 2023 سبيلا لتحسين الموسم الجديد بعد إعادة حصة موريتانيا من الحجاج إلى 3500 بعد تقليصها السنة الماضية إلى 1500 ضمن الإجراءات الوقائية من وباء كوفيد-19 وقد وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بروتوكول اتفاق مع وزارة الحج السعودية حول الموضوع إضافة إلى اتفاق مع شركة ناس السعودية يسمحوا بتقليص وقاتل انتظار خلال رحلات ذهاب والعودة مشاهدنا الكرام للمزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف لكم الولي طه مدير الحج العامر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي شكرا لكم ونقبل الدعم بداية ما هي أبرز التحسينات التي سيشهدها موسم الحج المرتقب أهلا وسلم لي اشترف بالاستضافة لقناة الموريتانية وهي فرصة لأن أحيي مشاهدي الكرام وأحيي حجاج بيت الله الحرام أما فيما يخص السؤال الذي طرحتم فأولا الحج السياق الذي نتحرك فيه الآن يعني فطر التحسينات التي تسري الحج هو سياق ينطلق من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في جانب جانب متعلق بالحج لأنه ارتزم خامة رئيس الجمهورية بتعهداته بتوفير حياك الاستقبال المناسب لحجاج بيت الله الحرام وفي هذا السياق تم تنظيم أول موسم حج في عهد فخامته خلال السنة الماضية وكان هذا الموسم بالحمد لله ناجحا بعدة مقايز مقارنة بماذا؟ مقارنة بالمواسم السابقة هذا بشهادة حجاج بيت الله الحرام السنة الماضية أولا هناك فيه أمور منين تصلح في الحج دائما هي كل الحج الحج تنقل لاش؟ الحج تنقل للطيران النقل الميداني في ديار المقدسة والسكن هذه الثلاثية تنضاف لها العاشة هذه إن تمت يمكن أن نقول إن تمت بشكل شيء يمكن أن نقول إن الحجة صار بشكل منتظم في السنة الماضية رغم ضيق الوقت رغم ضيق الوقت وكان الوقت ضيقا جدا موريتانيا كانت من الدول النادرة التي استوفت حصتها كاملة في كثير من الدول بقية لها الكثير من حصتها نحن رغم تحدي الوقت ورغم أن بعض طائراتنا انطلق من المطار وبعض الأفواج بعض من الأفواج لم يتم التأشير له لأن التأشير يتم عبر المسار الإلكتروني ونظرا أن الضيق الوقت والزحمة على المسار الإلكتروني تأخر بعض حجاجنا عن التأشير تأخرت لنا 12 حاج ولكن الدولة الموريتانية تحملت لكم الحجاج من 10 حاج من أصل 1500 نعم من أصل 1500 يغير تحملت الدولة الموريتانية قطعت لهم كامل عبر الخطوط الذين وصلوا لغم أنهم تأخروا عن نفواج بسبب خارج عندي درادة خارج عن إرادتنا نتيجة لضيق الوقت تحملت وزارة شؤون الإسلامية وتعلم الإسلامية نعم طبعا عملت الدولة ومثرف زارة شؤون الإسلامية وتعلم الإسلامية لأن إياك ما يبقى حد وطبعا السنة الماضية ما بقى رقاش وحتى السعوديين قالوا لنا من الدول النادرة التي استوفت حصتها السنة الماضية نتيجة لعنهم علنوا عن الحاج فقط ضيق وكانت الإسرات كنا نسابقه الزمن بالنسبة للسكن كان سكن ممتاز بالنسبة لي المدينة يعني مقابل باب السلام وفي المنطقة المركزية وفي فنادق وتميز بالنسبة لي السكن في مكة كنا نلاحظ فيه ضعفا السنة الماضية لاحظناه وتلافيناه هذه السنة سنة الماضية كان في مكة كان عمارة كان من حيث الإطلال كنا نود أجود منه وراهنا على الأمر لأن اعتبرناه نقصا وحسناه هذه السنة بالنسبة للنقل كان هو الانتصار الأكبر في الحج لأن الساعة الثامنة والنصف صباح من يوم التروية كان كل حجاجنا موجودين في مينان والساعة الخامسة صباح يوم عرفة كان كل حجاجنا على صعيد عرفة والساعة الثامنة والنصف مساء يوم عرفة كان كل حجاجنا قد غادروا عرفة كيف تم ذلك؟ ربما الآن يطرح هذا السؤال نفسه هذا تحدي كبير لماذا؟ نحن موريتانيا طيلة السنوات الماضية كانت عبر المسار الإلكتروني كانت تسجل في النقل في المسار رقم خمسة والمسار رقم خمسة مسار ردين مسار ردين معناها مسار تكرير كران على أساس عنهم لا يمشوا بنص الحجاج ويرجعوا بنص الحجاج وهذا فعلا هو كان موجود هو كان موجود دائما يغير هذه المرة مشاو كامل لاحظنا لاحظنا عندما نقدرون أن تكلوا عليه لأن الناس في لحظة النفرة لا يعود فيهم إشكال للباصات والرجوع وبالتالي قررنا أن نعدلوا السنة الماضية نعدلوا نقل إضافي وعادوا الحجاج ينتقلوا الباصات اللي لا يمشوا ما يحتاج للرجوع لا يمشوا الحجاج وفرنا ذاك اللي عندنا في المسار الإلكتروني قبضنا قدوا من جديد قبضنا قدوا عبر 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 النقل الإضافي يدين الحجاج يمشوا في النفرة في مرة واحدة في وقت واحد في وقت واحد كم كلفكم في العام الماضي هذا؟ منين؟ هذا النقل اللي يخلق دفعة واحدة بدلا من كان يمشي ويرجع أكيد كانت في زيادة يعني لا أتذكر الآن الرقم بالضبط ولكن كانت في زيادة كبيرة ولكن كانت فرصة لسعادة الحاج وكانت الأزمة دائماً أزمة النقل هذه السنة عبر المسار الإلكتروني مبدئياً موريتاني أول مرة تدخل المسار رقم 25 كان المسار رقم 25 الآن المسار رقم 25 المسار رقم 25 ما هي مستو؟ عنه مبدئياً نظام رد واحد هذه أول مرة موريتاني تسجل في نظام الرد الواحد معناها مبدئياً الحجاج يمشوا إلى المشاعر المقدسة يمشوا دفعة واحدة الرد ولا يحتاجوا النقل الإضافي العاد فم نقل له وإذا نقل تحسيني يتعلى قباصات قليلة كيف الثاني والله لا نقل تحسيني عن العدد موجود مسبقاً نعم العدد موجود مسبقاً إذن هذا تحسيني يتعلى بالنقل سيد مدير هذا جيد في قضية النقل ما لم يكن تخطى هذه النقطة العام الماضي كانت 1500 تمت السيطرة عليها في إطار النقل هذه المرة العدد عاد أكثر هل أنتم جاهزون طبعاً نحن رصدنا له العدد بالضبط هو أصلاً النقل يبرمج حسب عدد الحجاج تم التعاقد تم التعاقد ورمنا عقدة مع نقابة السيارات في المملكة العربية السعودية على هذا الأساس لأول مرة قلت في النظام ما هي نوعية المركبات المركبات جيدة جداً المركبات السنة الماضية كانت ممتازة جداً وهذه السنة بحولها باساتنا تنقل الواحدة كم الشخص؟ تنقل الواحدة خمسين إلى ستين ما بين خمسين إلى ستين لكن كلها في مقعده وجو مريح مكيف وموجود فيه الماء حاله جيد عدد الإجمالي الباسات كم؟ العدد الإجمالي إلى ألفين قسمها على خمسين ممتاز أجيكم باشرة معناها أجي حوالي أربعين باس بالضبط هذه نقص نقطة ثانية مهمة جداً وهي قضية تكاليف الحج هذا العام تكاليف الحج بالنسبة للحج هذا العام مليونين وثلاثمية وثلاثة وعشرين وسبعمية قديمة بالضبط هذه هي محصلة مجموعة التكاليف التي على الحج تشمل طيران وشكل مطوف والنقل الميداني والتأشر والتأمين وغيرها من المفردات مفصلة كلها مفصلة في البيان الخاص في جدولة البيان الخاص في مجلس الوزراء التي تمثل مصادقة فيها على قضية الحج وفصل التكاليف كل جزئية على حد هذه بالنسبة ويجب أن ننبه إلى أن الحج رغم هذا أنه مدعوم الحج الرسمي عند الدولة الآن مدعوم لأن الدولة تزقل الدولة تزقل الآن أي حاج ماشى عن طريقة رسمية الدولة زاقلة فيها حدود كم؟ الدولة زاقلة فيها يعني تزقل فيها دور تعد حدود قريبة من تسعين إلى ثمانين ألف ألف نعم حاجة الوح اللجان والأدوات التي تسجل بها عملية الحج كلها هذا كامل من عند الدولة تعويضاتها من عند الدولة والأدوات كاملة للدولة وشارسها الدولة وطواقمها كامل وبالتالي الحج الحج الرسمي حج مدعوم جميل على ذكر هذه الحج التي تزقل حدود مليونين وثلاثمية وثلاثة 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 وثبعمية من نوعية الحج كان هذا الحج عادي والله فهم لخدمات أخرى وربما نفهم حج آخر وبتسعرها ربما تحد أكبر منها بالنسبة لل لأن العام الماضي شاهدنا الوحدين قالوا انهم شاووا من السعر اللي وحدد على مستوى الوزارة يلحقوا وحدين عشر ملايين شوف بالنسبة لحج الدولة حج الدولة تسعرتها وخدمات السن الماضية شهد الجميل أنها كانت خدمات جيدة يعاشة كانت متوفرة كانت متوفرة يعني فاضلة متوفرة بامتياز وكانت أيضاً يعاشة بالنمط اللي يماشي الحاج الموريثاني اللي يماشي الموريثاني اللي الذوق الموريثاني ما قد نقول لك عن الناس مية في المية اللي ترضى عنها وهذا القطعاً فوق تسعين في المية راضي عنها بالكل طبعاً يعاشة من أمور اللي ماد قد هلخهمة قاعدة عادتنا لأنها حسب الأذواق حسب الأذواق وحسب كلا قطعاً الكم المشترك الذوقي فيها كانت كم أعلى كم قد يصلوا سواء كانت من حيث اللي يعاشها الوجبات أو الفواكه اللي بتوفرنها وبالتالي كانت كانت من حيث السكن جيد كل حاج عنده سريره وموجوده في غرف مكيفة وعنده تلفزيونه وعنده ثلاشته وعنده حمام الخاص لكل غرفة كل غرفة عنده حمامها خاص وبالتالي ما كان فم إشكال كانت غرفة كانت جماعية السر جماعية الحج عنده نظام الحج بالأسر ما هو الغرفة أي حاج مقبول السكن حسب السرير وهذا مهم الحجاج يفهمه الحاج مقبول مقبول السكن وبالسرير معناها الغرفة ما يعود فيها معاه مجموعة من الناس يقدوا عودوا هالتا سر يقدوا عودوا أربعة يقدوا عودوا خمسة كأقصى حد كأقصى حد خمسة سرة غير سرة نظيفة وجديدة يعني بتاكزين كيف يتم خيار هذه الجماعة كيف يتم خيارها؟ أي الخمسة أو الربعة أو الثلاثة طريقة اللي على أساس يتم اختيارها أنها تعود فرقة واحدة لا شفت تمادقة كل مدة تأطيها الخيار هو لا يتعود حسب الأسباقية حسب النظام حسب الأسباقية من أن تفتح مجال ذلك حسب تسجيل مثلاً؟ حاقه بعد المهم عن الرجال وحدهم ونساء وحدهم حسب التسجيل الناس ماشا في عادة نحاول تلبيت ما أمكانه من الخيارات إغير ما يقدير نفتح ذلك المجال لأنك من أن تفتحوا التمار الخيارات ماشا وجايد وبالتالي الحاج يمشي يعرف عنه مضمونين له أساسيات الراحة الممكنة عنها مضمون له سكن مريح سرة مريحة ونظيفة وبيوت نظيفة فيها الجميع وسائل الراحة العادية وعنه أيضاً مضمون له نقل مريح سواء كان بين المدينة ومكة وبين مكة وجدة أو بين مكة والمشاعر بقية المشاعر الموجودة هذا مضمون للحاج مضمون له لعاش غير ملي حاج من اليوم يا الله يفهم أنه ما هو ماشي في المسحة ما هو ماشي في سياحة حاج يا الله عود ماشي هو نفسياً لأن أنت أحياناً تجد بعض الحجاج أنت تصارع مشكلة الصرى النمطية اللي يحمل واحد ماشي هو ماشي غير ما هو مستعد نهاية يبدل أي جهد وبالتالي تجبر واحد في مين المثلة وميدر لا غروف الله القوم العادي في المدير وميدر الله في مخيم من الواعدين جمعات ما فيه نقل ما فيه نقليك ما فيه أي نقل الحكومة السعودية ما يخلي العربات تمشي وهم يتحرك ليلة على السيارة السعاف والله حال تقوم وغير الناس لا يتمشي كامل في مسيرة شر الجمار لا يترمي وراجلة ولا يترجع ولا يراجلة حوالي مسافة كيلين ورد ذاك هذا لبعض مثلاً عنده مشكلة تعالوا مجبر سيارات يمشي هذا ما هو خيار هذا جميع من نسبة لكم حجاج العالم حجاج العالم حجاج العالم حجاج العالم هكذا ما نكري تشوف مدة ما الشبهة تشوف سيارة ما الشبهة نهائية ماذا بالنسبة للشيوخ نعم نوك عندهم ومن الآن يرضي يفهموا عنه يا الله يبرمجوا أي إنسان ضعيف يا الله يبرمج يعلى عنه يقبض هذا يقبض مقاعد متحركة متحركة فهم وحدين تجارة تجارة فهم وحدين ماشيين بها كل حد يأجر الناس يعرف عنه يمشي دائما يمشوا منين تهاو يرموا يمشوا ويشو هكذا فهم وحدين نديت تجارتهم عندهم هاي المقاعد متحركة اللي يمشوا بها يمشوا بالناس بها سيد بوتير إلى أين وصلت الإجراءات المزمع عليها الآن من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصل؟ أولا قبل أن ندخل هذا وأكد أن هذه السنة فيما أخص هذه السنة تم تشكيل لجنة وزارية للحجم برئاسة معالي الوزير الأول وهي اللجنة يعني من عدة وزارة من هم هاي المزمع عندك وزير الخارجية وزير الداخلية وزير الشؤون الإسلامية وزير الصحة وزير المالية وزير التجهيز والنقل ههو الوزراء هم شكلوا اللجنة الوزارة طبعا برئاسة معالي الوزير الأول وكانت هدفها السهر على محاولة تجميع ودراسة تكاليف الحج ومسار الحج ومعرفة ما يمكن أن يتم به تجويده هذه الحالة وأيضا ما يمكنه أن يكون من ترشيد لتلك النفقات وهذه اللجنة شكلت لجنة فنية من مختلف القطاعات التي ذكرت لك تحت رئاسة سيادة لبين العام، الوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وقدمت اللجنة الفنية تقريرها للجنة الوزارية وتم اعتماده وبناء عليه هو الذي نتحرك نحن في إطاره الآن ما هي أهم نقاط هذا التقليل؟ أساسا هو تقرير فني يتحدث عن ناحية المالية تكاليف المالية أساسا قلصة من هذه التكاليف ومسار الحج على حال تم نظر إليها من خلال القطاعات بشكل فني أصبحت واضحة لا يمكن أن أقول لك أنه تم التقليص منها لأنها واضحة تضح أن النفقات السنوات الماضية أنها كانت نفقات عادية جدا حينما درش تم دراستها لم يكن هناك ترف في ذلك المجال وبعيدا من ذلك ولكن كان شيء لا بد منه على حال تم وضع النظر على ذلك كله من قبل القطاعات التي لها تدخل مستوى من التدخل الفني في العملية تمت الموافقة على الخطة والآن بدأنا طبعا الحج مبتدأه يبدأ بشكل فني بناء على اتفاق بين وزارة الشؤون الإسلامية من جهة ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة من جهة أخرى باعتبارها هي المؤهلة فنية والأقدر والأجدر على القيامة تلك المسؤولية تقوم بعمل تسجيل الحج وتقوم مهندسها هم الذين يقومون بعملية القرعة في حد ذاتها نسلسناها في هذا الاستوديو والوزارة تستلم الملف تستلم اللوائح بعد أن تأتيها وقعة من قبل العدود المنفذين بعد أن وقعها العدود المنفذين بعد القرعة التي قامت بها مهندسه وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة من أجل الشفافية طبعا من أجل الشفافية أمام الناس نأخذ هذه اللوائح هذه اللوائح حينما أخذناها أعلننا عن بداية تسجيل اللائحة الرئيسية بدأت تسجيل اللائحة الرئيسية من يوم 17 بريل إلى يوم 25 أبريل اللي هو أمس نهاية الدوام انتهت فترة اللائحة الرئيسية وبدأت اللائحة التكميلية من صباح اليوم اللي هو اليوم 26-27-28 عند ثلاثة أيام اللائحة التكميلية نادينا الأرقام التي نحتاجها للائحة التكميلية لتغطية الفراغات الموجودة في اللائحة الرئيسية وسينتهي ذلك يوم الجمعة بعدها مباشرة طبعا الجراءات الصحية تبدأ غدا الجراءات الصحية للحجاج تبدأ غدا لمدة ثلاثة أيام ومعنا فريق كريم من وزارة الصحة وكون من كم من غارض هذا الفريق يعني يتكون من مجموعة فرق من عدد من الفرق في أربعة مراكز يعني أماكن هذه المراكز عندك مستوصف تيارت عندك بن سناء اللي هو طب إيطاليا وعندك طب الحاج وعندك هذا المركز الصحي لحد المتحف الوطني إذن هذه المراكز الأربعة هي المراكز اللي تستقبل الحجاج لإجراءاتهم الصحية اللي هو ذا اللي نقال له اللقاح الحمى الصفراء الحمى الشوكية ولقاح أيضا كوفيد بالنسبة للحجاج اللي ما قطلقه والحجاج اللي قطلقه اللي يستظهرون ببطاقات تلقيحين لكي تستخرج لهم بطاقات رقمية للإدلاء بها للسلطات السعودية في ذلك إذن سراءات الصحية يبدأ ومسارها غدا السلطات الصحية السعودية مازال تلجم بقضية اللقاح نعم الآن في الحج خصوصا العمراء لا بالحج في وثيقة الحج اللي أرسله مثلا بلقاح كوفيد إذن ليس بالفحص يعني الفحص الصالح اللي كانوا يلجمون به السنة الماضية هاي السلطات الحمد لله لا يلجمون به يخففوا من تلك الإجراءات إذن الآن نحن في مرحلة اللائحة تسجيل اللائحة التكميلية سينتهي التسجيل قبل اللائحة التكميلية سيد المدير هل هذه المراكز الأربحة قادرة على عداد الفحوصات اللازمة لهذا العدد نعم وفي حدود ثلاثة أيام كل مركز في مجموعة من الفرق المركز ليس فيه فريق واحد كل مركز في مجموعة من الفرق ووزارة الصحة تقوم مسؤولياتها كما هو العادة في السنوات الماضية يعني لم يشاهد عليها أي ومن دراء كان هذه الأماكن هي نفس الأماكن السنوات الماضية نعم هي نفس الأماكن السنوات الماضية وهل أعلنتم عن ذلك للحجاج؟ طبعا الحجاج أعلن لهم بالمناسبة للحجاج الآن الحجاج اللي يسجلوا يدخلوا مباشرة في مجموعة واتسابية وبالتالي يكون كل مجموعة منهم تابعة المؤطر وهذا من النظام اللي عدلنا السنوات الماضية وكان عنده دور مهم نحن السنوات الماضية أخلقنا مستوى من التقارب بين القطاع اللي هو شمال الإسلامي والحاج المؤطر أصبح قريبا من الحاج ويبدأ علاقته بالحاج من اللحظة الأولى ينتظمون الحجاج ينتظمون في مجموعة عبر واتساب ويمكن ذلك من عدة أمور من إبلاغهم القرارات إبلاغهم الإعلانات أيضا من الإصال لهم التوجهات والمواد الإعلامية اللي تنتجها الوزارة وإدارة الحج تنتجها لصالحهم سواء كانت مواد تتعلق بأحكام الحج أو مواد تتعلق بجانب السلوكات والأخلاق التي ينبغي التحلي بها في الحج وبالتالي كانت فرصة لتقريب الحجاج الحجاج الآن تصلهم كل القرارات وكل إعلانات تصلهم دائما عبر مجموعاتهم جميل على ذكر هؤلاء المؤطرين كيف تم اختيارهم؟ وهل هم من وزارة الشؤون الإسلامية؟ المؤطرون مجموعة من الخبراء في هذا المجال كم عددهم؟ حسب عدد الحجاج سلطات السعودية تعطيه خمسين تعطيه مؤطلا لكل خمسين حاج خمسين شخص كل خمسين حاج عندهم مؤطر وأعتقد أن السلو ماضي كانت تجربة التعطير تجربة مويزة جدا كان مؤطرين كانوا عندهم علاقة وطيدة وحميمة بالحاج وحس الحاج فعلا أنه ليس مرميا أنه فعلا معه فريق يقوم عليه كانوا يسهرون الليلة والنهار يواصلون الليلة بالنهار وهنا لا يفوتوني أن يهمنا عاليا جهود المؤطرين السلو الماضية كانت جهود حقيقة عظيمة وكبيرة وصهروا الليالي من أجل إتمام المهمتين فرهم التهنئة وشكر على ذلك طبعا كان رئيس القطاع كانت قيادة القطاع معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي كان يقوم بدور كبيرا في ذلك المجال لأنه التحم بالحجاج معناها عاد في الميدان يسر في الحجاج ويطلع على مشاكلهم ويحلها فإسرع وقت وبالتالي ما كانت ما كانت سم بيروقراطية في هذا المجال الناس كاملة كانت التحمة واللي قد يسوى المشاكل يسوى مع أن هذا هو دور طبعا هذا هو دور طبيعي هذا ما هو لا منة فيه لأحد لا يذكر من جانب المدى ولكن يذكر من جانب التحسينات التي لم تكن كما قالوا لم تكن عودة إلى نقطة مهمة قضية اتفاق بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصل والتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني ما هي منود هذا الاتفاق؟ طيب الاتفاق يتكون من 20 بنت أولا أود أن أقول أن هذا الاتفاق يشكل نقلة نوعية شكل نقلة نوعية لأن بدل أن يكون الاتفاق مع كل وكالة وحدها أصبح الاتفاق مع جهة ضامنة جهة ضامنة تضمن حقوق الحجار تضمن لنا حقوق الحجار معناه إذا تضرر حاجة من تصرف واحدة من الوكالات بدل أن نذهب إلى الوكالة لمطالبتها بالتعوض التي قد لا تكون مؤهلة له لكون لدينا شريك ضامن وقادر على أن يوفر تلك الضمانة وأن نسترجع للحاجة حقه منه وهذا ما فعلناه في السبب الماضي في بعض الوكالات يعني وكالة واحدة ربما كان عندها تصرف لم يكن جيدا أمام جوعة من الحجاج لكن بسبب هذا الاتفاق سطعنا أن نسترجع لأولئك الحجاجي حقوقهم تم استرجاع الحقوق الحجاجي لهم هل هذا في حين المكان هناك بعد العودة إلى الوكالة؟ لا هو في وحدين وحدين لأسف في وكالة لأسف الحجاج ما مشاتهم في من أهل التحجاج تضرروا أهل التحجاج الماشيين قدمونا الشكوى فاتهم شاوا ورجعوا قدمونا الشكوى من وكالة طبعا الشكوى في النهاية ليتوا حرص ثم بعد قاطع أن أهل التحجاج قدمونا الشكوى من وكالة تتعلق بقضية مستوى التعامل والعاشة والسكن ومن أن اكتشفنا عنها بالفعل الحق تابعنا الأمر واسترجعوا حقوقهم كاملة والله هذا هو حجاج اللي كانوا اللي مشاهدوا شورة ديار المقدس استرجعوا حقوقهم كاملة وبالتالي هذا الاتفاق كونوا مع الاتحاد والمطن لأرباب العمل يجعل مستوى الضمان لمصالح الحاج مستوى الضمان كبير هذا بالنسبة للحجاج اللي مع الوكالة طيب بالنسبة للمبلغ اللي تم تحديده لهم المبلغ اللي تم تحديده لهم الآن هو يعني الكمل اللي تم تحديده لهم للحجاج 1500 مبلغ اللي تم تحديده لهم الضمان ومئة وخمسين الف هذا هو الحج المتوسط الحج ملايين ملايين ومئة وخمسين الف هذا النموح هذا أقل من ذلك اللي يعطي لهم للقطاع العام نحنا عاطيين مليونين مليونين وثلاثمية وهلاها وعشرين لماذا تطوم هم هذه الضمان طيب نحنا حجنا بدعو حج بدل الربح نحنا بمنطقة الربح العالم نحنا خاسرين يعني دول خاسرين غير دولة طبعا بقدم فيه وهم مدى لدر الربح ملاك فهمتهم معناها مدى تربح طبعا وهذا القطاع هو قطاع سياحة الدولة تحتاج أن تدعمه يحتاج الدعم غير ما الذي ينبغي في الوقت ذاته أنه إذا تم دعمه وتم تقاسمه وهذا بالمناسبة موجود في جميع الدول العالم جميع الدول حالا لحجم الحجاج في مجلس كبير هذا اللي ينقاله الوكالات وهذا موجود حتى السعودية في اتفاقها ضامنته الاتفاق اللي يتوقع معاك لا بدها من نسبة لقطاع الخاص القطاع الخاص معروف عنه قطاع يربح هذا الحد الذي حددناه هو ملاي 2005 هو الحد المتوسط هو الذي يعدل له العقد مع الحاج في هذا هو أقل شيء في حاج�리 دور خدماتي إضافية تعود موضع عقد ثاني في عدد اللي يدور خدمات إضافية موضع عقد ثاني مثلاً الحاجة التي يسكن في مكان العادي للحجاج براج الصفو في زر الحرام المكي لنقول عنه سكنه مكة نحن قطعاً حسناه تحسين كبير جداً لأنه عاد فندق مات العمارة وفي بلد مملي مكانه مكان استراتيجي يعني مكان في يوقع هذا الحاج من العمره مباشرة عبر باب العزيزية عبر باب الغزة ماشي كارد طريق العزيزية ومقابل مسجد الإجابة اللي كان يقيم فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع المكان اللي كان يقيم فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وصلى فيه فم مقابل له وفندق حسن وراقي وعلى الشارع يطلالته يطلاله مميزة القرب درعت حوالي كيل وقري من نص طيب لماذا؟ أول مرة تعقدم هذا الفندق أكيد أول مرة بسم الحال يجبرتوا هذه المرة لا جينا الحمد لله في وقت وزنا قادين نعدلوه ولكن نقول لك أن الآن هناك أزمة السكن حقيقية وعنه فيه ملي أسعار متصاعدة جدا السكن لماذا؟ لأن المملكة فتحت أبوابها المعتمري من كل باب وعاد الطلب أكثر من العرض حتى أنك تشير لك الفندق التي تتعامل معه منين يعود الصبح؟ السعر الذي قدم لك يامس لهذاك ماتلة موجود نهاية وبالتالي ما كان السكن عليه فعلا عليه ضغط لضغط كبير يغير جينا الحمد لله في الوقت واستطعنا الحصول عليه إذن هذا من ناحية لا يقولوا لي وحدين راهما يدوروا يعقب وجوه لا يقولوا لي وحدين أنه فهم دول أقرم منه للحرم المكي وحدين يشوفوا أعلام شمن الدول ما هي بعيد من الحرم المكي وقلنا حتى هذه الدولة قرم منه كذا فتنقولهم بشكل واضح على هذا ما هو بيكسورة ليصوره خارق بعض من الدول من فيئ الحجاج فئات عندها فئات فئات تتعود عندها مستويات دفع كبيرة وبالتالي يدعها قريم الحرم لغير حاجمها دافع 9 ملايين وغير شكل قيمة ذلك يغير ملي بالمقابل لدي كل دول دور يرى وعلامها من بعد هناك 4 كيلوات ورانا ساكننا 4 كيلوات ورانا اللي هم حجهم العادي مستوى الحج العادي الحجاج العادي مثلا عندنا في مثلا في جمهورية مصر العربية عندنا مثلا حج القضاة حج القوات المستلحة والحج الخاص ولا يتجبر الأعلام موجودة في كل بلاده وكذلك أيضا نيجيريا وغيرها من الدول الإفريقية لغير هذه لا يتجبر أمه اللي حجها المتوسط والعادي ورانا نحن بعيد منه وبالتالي لا شاف حد علم دولة لا يتصور نحن حجنا في مكان واحد نحن حجنا في مكان واحد ما في تدرج حج العام لا حج العام لا في مرحب بل المراتب اللي عاد بل الفندق الأكبر في مكة في 1600 وشي البقية دون ذاك شوي غير لا في جزء من فندق لذلك الطاقة من الوزير واللجنة والمؤاطرين مع الحجاج نعم المؤاطرين مع الحجاج لذلك قالوا الوفد الرسمي ونقتل الوفد الرسمي هنا الناس تفهم الوفد الرسمي تنقال لا خمسة أرواقية ما يزيدوا الوفد الرسمي هذه معناها ما هو حجة جيدة دولة الوفد الرسمي تنقال خمسة أشخاص تمشيهم الدولة تمثيلها السيادي رئاسة التوزير الشؤون الإسلامية وأربعة أشخاص وطنية تختارها الرئاسة وتمشيها هي الوفد الرسمي اللي يمثل الدولة سياديا في المنتدات العامة الحجيج وأمام سلطات السعودية هذا هم اللي ينقالهم الوفد الرسمي معناها الوفد الرسمي تنقال لأخم سهل واقعي ما يزيدوا راهما نحن أي حد حاجة عن طريق الدولة لوالك هو يعتبر عنه من الوفد الرسمي أنه يعد عنده امتياز الامتياز الوفد الرسمي عند أخم سهل واقعي فقط عندهم سكن عندهم سكن محدد سكن وحده لذلك قال الوفد الرسمي تفرض السلطات فهم أنه ما يسكن مع الحجاج وكذلك أفطان بإعادة الحج اللي هما نحن ممنوع لنا أن نسكن مع الحجاج لأننا نصمع معنا بعد حاولنا السن الماضي عدلنا منها قدر خصوصا ببداية الأمر في مكة غير قعم ما تقدر بيك اللي أنت قايم بالعمل الأخر علاقتك بالمطوف بشكل دائم حتى علاقتك بالأدلاء في مرحلة معينة تدابير التي تعلق بالإسراءات الصحية وتدابير التي تتعلق بقضية الإسراءات الرقمية قضية التعاون مع وزارة الحج مثلا قضية تفيئة الناس لدخول الروضة لأنه عاد كامل بالتالي أنت في عمل إداري مستمر ما تقدر تعود تحت الضغط مستوى تكأيك فيك من الضغط على الحال عندك سكن يا الله تعود تسكن وهك عن الحجار معنا دائما معهم دائما جايينهم دائما بناتهم يغير كمكاتب المكتب الذي نعدلهم من العمل وإن شاء الله من العمل مفروض علينا عنه يعود مستقل عن الحجار يغير نحن مان الوفد الرسمي نحن كبيعثة نحن بيعثة خدمية نقدم خدمات ولكن قال للوفد الرسمي تنقال لقم سار واقعي فقط تنقال لقم سار واقعي فقط معناها هذا من ضمن مليل الأمور اللي يا الله تنطرح عند الحاج الحاج مهما يكون يا الله يفهم عنه ماشي في جو يا الله يعود فيه مستوى عالي من التواضي خصوصا نجواء مكة المكرمة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم المطاطئ عن رأسه راكب القصوى وهو فاتح دخل المطاطئ عن رأسه وفهم يا الله حد يحاول يقلل شوي من من حجم بهلياك البلد فيه لا حد يمسي تراب الله يعود الحال ما هو متناظر بهلي خطير شوي مو مكان مساواة مكان خطير قاع مكان الناس لا تتقاد فيه كاملة وبالتالي فيه للناس يأسروني الحمد لله يقاع حاس بذلك يعرف حد مولي ما ذاك اللي يعود لا يعود غالط ما فهم حد ما فهم حد أكبر من حد فهم الناس يتقاد بلاقعة من التجربة الماضية شنه هي النواقص خلال العام الماضي وعملتوا اليوم على تحسين شفت عندنا تجربة الماضية عندنا سكن بكة منين فتنا شيئناه كنا ما نراضي مع أنه بعد كان هو المتاح ديك الساعة مع أنه تم تأجيره منذ فترة يعني قبل كوفيد إغير كنا نختاره فعلا عنه شي ما هو بتالي استطاعنا التغلب عليه فهم عندنا من النواقص تأخر الحجاج السنة الماضية عنهم تأخروا حتى وراء الحج أطوالة فترة فهم وراء الحج ورك عملنا لعناك السبب كان ما جمعنا فرصة العروض العروض اللي رأينا النتيجة للضغط الوقت العروض اللي رأينا ما كان فيها شي يسمح عنهم يبشو بالعجلة من قد التكاليف والله ما هو من قد التكاليف العروض والطيران والطيران هو ملي أنت قد تشتغل عليه لا طيران يحمل ثيقة نحن نشغلنا مع طيران لتجربة طويلة عشر سنوات نقل حجاج المرتين في طيران الناس العروض اللي تقدموني بها الفطان تقدموني لسنة بعرضين والله ذاك ورفضناهم يغير كانت عندنا فرصة للمناورة والله لك الحجاج لا لا يوفوا الحج وقيموا ماشي معناها يوم ثلاثة يوم ثلاثة يوليا يبدو الحجاج يمشوا وينطلقوا من من الديار المقدسة يوم ثلاثة يعد في فوجين في الرجوع يوم أربعة في فوجين خمسة في فوج وستة في فوج إذا نحدد الأفواج ستة طبعا في يوم واحد الوكالات في مواحد القطع الخاص يغير والله يغير تخدم معهم في نفس العقد دخلوا معنا بأخمس مئة أربعمية وقريبا أخمس مئة سيد مدير لا ينتوجه شور سؤال ربما يعد مصنال ثم قضية الإعلام والتذقيف الديني والسلوكي ماذا بالشأن جيد جدا الحمد لله التجربة الماضية كانت تجربة مميزة لأن الحجاج كانت تجيهم أحكام الحج كانت تجيهم عبر فيديوهات قصيرة من أربع دقائق خمس دقائق ستة دقائق كل موضوع جاتهم وتم إنتاجها من قبل الوزارة من قبل مديرية الحج والعمر انتجت هنا قبضنا فريق إعلامي مميز ويشتغل على إنتاجها إنتاج ذلك الفيديوهات كاملة مع مشايخ بجميع اللغات الوطنية معناها بالعربية والبولارية والسنونكية والولفية وكانت تصل الحجاج عبر مجموعاته في الواتساب كانت كل مجموعة واتساب كل مؤطر نحن عندنا مجموعة الواتساب مجموعة مؤطرين وكل مؤطرين كل مؤطر منهم عندهم مجموعة مجموعة واتساب الحجاج يتابعينه وبالتالي المؤطر يعد يعرف لغتك المجموعة cuts طبعا والله يعني المهم عن المؤطرين فيهم جميع المجموعات وفيهم جميع اللغات لكن ما بالضرورة يعود المهم عن المؤطرين فيهم جميع المجموعات وبالتالي ما فهم أي مشكلة اتصالية بين المؤطر والحاج لأنree الأمور كاملة ما حسنا ما في حاج ما هو جابر قد يعبر وقد يعبر له تم التواصل معه. عموما في مجموعات الواتساب توصلهم هاي المواد. وتنتشر مملي على صفحة مديرية الحجر العمراء. مديرية الحجر العمراء عندها صفحة تنشط في الموسم دائما صفحة الفيسبوك وتنتشر عليها هاي المواد التثقيفية. التثقيفية الدينية والتثقيفية أيضا السببية التي تعدل مع طباء وتعدل مع خصائيين اجتماعيين وغيرهم. وهذه المواد كانت فعلا فيديوهات وسبوتات وتصاميم شكل تصاميم وإعلانات خاصة. معناها جميع الفنيات الإعلامية حاولنا نستفادوا منها وصالح الحاجة. تم إنتاجها هنا أم بعد الوصول إلى هنا؟ لا تم إنتاجها هنا. وانتجت هنا والحجاج ندارت فيدهم. يقول الفريق تم ينتج ويمشي مولي. حتى فأثناء وصول الحجاج تم الفريق الإعلامي ينتج ويمشي. نعم خالية نعم. ماذا بالشأن المرحوات على مسلكيات الحاج خلال الماضي؟ على حال أولا وهني حجاج السنة الماضية. الحقيقة كانوا متميزين كانوا مدى متميزة في الغالب الأعم كان تمدى عارثة للوعدة وماشا شورو ومجتهدة. الحقيقة لهم التهنئة جميعا. طبعا ما فيه موسم ما فيه مدى للجمع من الناس التي خلطت فيه بلد ما عادت فيه ناس كاملة. بعد نقول لك عن الأغلبية الساحقة ساحقة يعني قارب من 99% عنها كان تمدى ومستوى عالي من النضج والوعي والتمثيل للبلاد. طبعا نفهم بعض المسركيات التي نحتاجها نتقلب عليها. أول شيء يا الله نفهمه مهم عندي الحاجة من الآن يفهم عنه يرتاح لعنه سكنه مضمون وعنه يعاشته مضمونة وعن مكانه في الطائرة مضمون وعن مكانه في الباص مضمون يرتاح لها. من يرتاح لها؟ خلي عنه ياسم ما معنى أن يفهم أزمة ربما ثقة بين الوزارة؟ ما هو ذاكا عندنا نحن دائما سباق نحن دائما سابق وذلك يخلق قاس المشاكل يا الله يفهم الحاجة مهلا مني يجي دارك فوج فوج لا يجي إلى فندق مثلا 420 رقائج لا يجي إلى فندق الفندق عنده 6 مصاعد على الأكثر هؤلاء لا بد يطلق وقت يعرفوا عنهما هم لا يشوف ساعة عرفوا عنهم لا بدانهم من وقت يغير مهلا واحد منين يقضي ساعة والله انتين ما فات طلع ما فات قاس بلو ذوالك هو نهار نفسيا ذوالك هو شنج يطمئن عرفوا عنهم مقبوض لهم قطعا مقبوض لهم مقبوض لهم الاحتياط وما يتعلق مستكن عنهم دور يسكنوا كاملين قضية وقتهم يجي الناس وقتهم يجي الافواج سواء يجي الافواج للمدينة جايين من المطار فعلا لا بد من يعطوه فترة يعرفوا عنهم لا يجي شي شي لا يرجع شي وقضية حتى ما عرفت بلادهم عن التسكين يعدل منه يغير السن الماضية ما قد يخلق التسكين بالصورة اللي كانت تهمتنا لماذا؟ لأن خاننا ذالين قالوا التفويج بسبب التأشير لأننا نحن نبرمجنا مثلا عن مرقم 1 يلين 420 عنهم لا يجيونا في المدينة نحن نمشوا سابق الحجاج يعني فريقي مش سابق الحجاج بحشارة يام الله ذاك التهيئة عنهم لا يجيونا من هناك يجي الاسامي اللي جاتنا في الافواج نصها ما هم من ذاللي ونتيجة لاش لأنه صدروا لهم التأشر وهذا ما صدروا لهم هاي إن شاء الله نظروا استفادوا يستنى منها من اللي عندنا الوقت موقف يستنى الماضية لأن التأشر ذا الله يتخالوا ما تحكم فيه وبالتالي ذا الله يتخالوا التأجر ولا يمشي في الافواج وانت تعود فتع الله كتسماءهم على غرف الفنادق ومنين يجوك نهو أنت يخلق اختلال معا بعد الحمد لله ما في أي حاش ماش برسا كم إغال فعلا في المرحلة الأولى يا الله يفهمه عند اللي قالوا الزحام وإذا مدد جي تقع تسترح ولا يتم يصعد من هذا كلها يصعد والزحام على المصاعد حد يوسط فيه هذا يسوم جيهم للمدينة جاي من المطار ويسوم جيهم للمكة منقلين يقولوا يطلوا الساعة وثنتين ما وفات الناس إغاليك اللي ما وفا لا يقول عنا مهلا عن انقفلت عليها الطريق عن لا مضموني أن أكد عن مضمون لهم السكن كلها عنده سريره في غرفة مريحة مكيفة وحاله مريح بذلاجتها وحمامها وعن يعاشته مضمونة لهو بشكل شخصي وعنه ما فيمشي لعهل القلق مشاني اللي عاشة كيف تم تعاقدها نعم نحن تعاقدها مع شركة يعاشة سعودية طبعا شركات اللي عاشة المطلوبة شركة يعاشة واشترطن عليها قضية اللي قالوا يعني الطعام اللي يمكن تعرف فهمها طعام مثلا من البهارات والقرانفول وياسي النور اللي ما يقبلوها اللي تعود الموريتاني ما متفاهمنا معها وبالتالي السنة الماضية اشترطن عليها اشترطات تتعلق بنوع الوجبات اللي مطلوبة بالأكثر موريتاني وطبعا وفت بذلك وهي نفس الشركة اللي جددنا معها لعاشة بنفس المستوى هذه السنة وبالتالي اللي عاشة رغم أنها تحمل لها الوزارة وديرانها من ضمن الحزمة هي راهية السنوات اللي قبل الماضية سنة قبل الماضية يعني المواسم قبل الماضية كانت اللي عاشها ما هي مضمونة للحاج كان الحاج يمشي وقل حاجها الحاج لا يمشي منه ظل ماشي يلي وود الباشات تعشي يلي وود الباشات يحد bun ثالي ما هوا مضمون أحيانا بعضهم يتعب هو يصلهم في مماكنهم سكنهم يوصلهم في سكنهم كل واحد يوصل في بالو يعني لا يطبح في بالو يتغدى في بالو يتعشف به يعني فهم باصات مؤجرة واجرناها السنة الماضية للعمرة والوصول للناس اللي ما تقدر توصل بالنسبة للمكة طبعاً المدينة أخلاطقعة المدينة هم خالطن على المسجد النبوي يغير بالنسبة للمكة اللي ما ضموه مستوى يعني كيل زايد فهم باصات لتوصيل الناس لدائمة بشكل دائم وتواصل مقفى قدام السكن لتوصيل الناس للحرم وأيضاً للعمرة مدى لا يتعدى العمرة لا يتقيم شرط تنعيم وتعدى عمرته وتردته جميل سيد مدير ما هي الرسائل الطمعنة التي تقدم للحجاج هذا العام في إطار تسيير معقلاً والمنتظم للحاجة هذا العام على أي أساس تقدمون هذه أيضاً الضمانات التي تقدمون له أولاً الضمانات ننطلقها الأسس التي ننطلقها ننطلقها الحمد لله من تجربة لله الحمد نعتقده من غيري فخر بعيد ذلك يعني كجزء من أداء الواجب أنها ترفع الرؤوس تجربة الماضية يعني كانت ترفع الرؤوس هذه ننطلق منها ثانياً ننطلق بمجموعة العقود التي أبرمنا سواء كان ما يتعلق السكن ما كان يتعلق باليعاشة يتعلق بالنقل يتعلق بالطيران النقل يعني النقل الميداني أو الطيران هذه من شؤونة العقود من خلالها يمكن أن نضمن للحاج أنه يهدأ وأنه يطمئن وأنه يستريح أنه يأتي مستريح أنه هالحاج يأتي مستريح وأنه نحن جميعاً في خدمته نحن كوزارة كمكتب شؤون حجاج نحن نقال المكتب شؤون حجاج وكمؤطرين متميزين وأصحاب تجربة متميزة المؤطرين اللي مشات بهم وليزارة السنة الماضية كانوا ممدى متميزة وأصحاب تجربة سواء كان في مجال التأطير العادي إذا كان عدد زاد العام بما أن عدد الحجاج طبعاً زاد لأنه كلما زاد عدد الحجاج لا بد يزيد مع عدد المؤطرين لأن تعطير عنصر مهم جداً الحاجة يحتاج فيه لأنه تعطير يحتاج مؤطرين معه ويحتاج الناس اللي توفروا الخدمات المعتلي عاش وخدمات جدنا الولي طاهم ودير الحج العمر ويزارة الشؤون لسامة تعليم الأصلي شكراً جزيلاً لكم على كل هذه المعلومات عن هذا الموضوع الشكر وموصول لكم وأنتم مشاهدنا الكرام أترككم على مدل لقائبكم في لقاء آخر دمتم في أمن الله وحفظه السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر